جملاء العزاء ومتابعيني الكرام شكرا لاختياركم المختصرة مفيد بعد ما خلصنا الكورس الخاص بعظام الجنجمة وشرحنا جميع عظام الجنجمة بالتفصيل في النهاية حابب أحل اختبار كده بسيط معكم مكوة من 16 سؤال وطريقة الاختبار بيجينا السؤال هنا كده بيقولك حدد العظمة أو حدد مكان معين في العظمة ويسمي لك اسمها ومعنا ثلاث محاولات بإننا نختار العظمة أول سؤال معنا بيقولك سليكت زراية أورليفت برايتال بون حدد الجانب الأيمن أو الأيصر من البرايتال بون والبرايتال بون موجود قدام نهوت واضح سهل خالص اختبار كده سريع ولزيز برايتال بون هقوله سبمت هيقوله تمام نخش بعض السؤال اللي بعده بيقولك سليكت إني أو زي نازل كارتريجز أي جزء من النازل كارتريجز اللي هو الغضريف اللي موجودة في الأنف ودي النازل كارتريجز هقوله سبمت تمام سؤال اللي بعده بيقولك سليكت زراية أورليفت بلتاين بون العظم الحنكي بلتاين بون العظم الحنكي لو مش عارف مكان العظمة ممكن تدخل تتفرج على فيديو البلتاين بونز هادي البلتاين بونز رايت أورليفت قلوه سبمت تمام نخش على اللي بعده بيقولك سليكت إني بارت أو زا مانديبل هادي المانديبل السؤال اللي بعده سليكت رايت أورليفت انفيريور نازل كونكا انفيريور نازل كونكا ده النازل كارتريج هشيله عشان أقدر أجيب الانفيريور نازل كونكا أعمل هايد وادي الانفيريور نازل كونكا تمام السؤال اللي بعده بيقولك سليكت زراية أورليفت لكريمال بون العظم الدمعي العظم الدمعي موجود خلف النازل بون مباشرة ممكن نقرب شوية ده النازل بون ده الاسمه دي بدل كريمال بون تمام السؤال اللي بعده بيقولك سليكت إني بارت أو زا أكسيبتال بون العظم القزالي هادي الأكسيبتال بون تمام السؤال اللي بعده سليكت إني بارت أو زا سفونية بون هادي الاسفنويد بون تمام صح السؤال اللي بعده هايويد بون هايويد بون مش هرحناش في كورس الاسقل ولكن سهل خالص هو العظم اللي موجود أسفل الاسقل على طول السؤال اللي بعده سليكت رايت أو لفت تيمبرال بون هادي التيمبرال بون تمام السؤال الرقم 11 سليكت زا رايت أو لفت نازل بون هادي العظم الأنفي اللي هو نازل بون تمام السؤال اللي بعده سليكت إني بارت أو زا سمويد الاسفنويد بيكون موجود خلف اللا كريمال ده اللا كريمال يبدأ الاسفنويد بون تمام السؤال اللي بعده رايت أو لفت زا جوماتيك بون ده الزا جوماتيك بون العظم الخدي أو العظم الوجني كوريكت سؤال الرقم 14 سليكت سفرونتال بون سهل خلص العظم الجبهي فرونتال بون السؤال اللي بعده أقول لك سليكت رايت أو لفت مكزيلا هادي المكزيلا رايت أو لفت مكزيلا تمام السؤال الأخير سليكت زا فومر بون الفومر بون بيكون موجود خلف النازل سيبتم الحاج الحاجز الأنفي هادي الفومر بون تمام كده خلصنا الاختبار النتيجة 100% الحمد لله نجحنا شكرا لحضراتكم على المشاهدة ولو حد عنده أي استفسار بخصوص كورسة شريح عظم الجنجمة ممكن يكتب لي في التعليق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة